ازايكو جماعة عاملين ايه تمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله والنهاردة هنتكلم عن الانر ناين اكس مبدايا هنقسم الفيديو ده لمميزات وعيوب عشان تبقى عارف هل هتروح تشتري الموبال ده ولا لا فخلينا دايما احنا في الفيديوهات دي بنبتدي بالمميزات اللي في الانر ناين اكس اول ميزة هنلاقيها هنا في الانر ناين اكس وهي تصميمه التصميم طبعا ازواء ممكن ما يعجبكش ممكن يعجبني ولكن انا عجبني جدا التصميم الحقيقة الموبال لما توجهه النور بيعمل علامة اكس كده والعلامة الاكس دي نفسها متقطعها الاجزاء صغيرة جدا الحقيقة ديزاين حلو جدا وجديد دايما اونر متميزة بديزايناتها اللي هي الرفلكشنز او الانعكاسات اللي بتبقى في الظهر دي التاني ميزة في الجهاز ان انت لما تقلب الجهاز كده على وشه هتلاقي شاشة كاملة مكملة فالشاشة هنا بتيجي بحجم 6.6 من عشرة بوصة شاشة كبيرة جدا وكمان جاية بدقة فول اتش دي بلس وكملة جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي الحواف بتاعتها رفيعة جدا الحفة اللي تحت رفيعة جدا الحفة اللي فوق مفيش فهنا مفيش نطش بقى مفيش خرم مفيش اي حاجة هتضايقك لو انت تتفرج على فيديوهات لو انت بتلعب العاب انت معاك شاشة كاملة جدا ما فيهاش اي منع فيش اي حاجة تعققها يعني وطبعا عشان الشاشة الكاملة دي في عندنا كاميرا واللي بتطلع بمطور وهنا صغيرة شوية بتفكرني بالواي ناين برايم الفين وتسع عشر تالت ميزة في الجهاز دا وهي البطارية بتاعته الجهاز دا بيجي بطارية بساعة اربعتلاف ميلي امبير انا عارف ان في الفئة دي على طول بقى فيها اربعتلاف واربعتلاف وخمسمية وخمستلاف ولكن برضو دي مازالت ميزة الاربعتلاف ميلي امبير اللي في الجهاز دا البطارية هنا هتديك تقريبا کمان ساعات دي رقم كويس جدا هتكمل معاك اليوم وممكن يوم ونص برضو على حسب استخدامك للموبايل. رابع ميزة هنا وهو ان الجهاز ده بيجي باليو اس بي طيب سي. طبعا الايت اكس اللي قبل كده كان جاي بالمايكرو يو اس بي ولكن هنا بيو اس بي طيب سي وهنعرف عيبها لما نجيلها ان شاء الله في العيوب ولكن هنا دلوقتي يو اس بي طيب سي. ميزة في الجهاز ده واللي هو بيجي بستة جيجا رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكرة داخلية. انا عارف برضو ان فيه فقاته السعرية. حاجات بتيجي بستة جيجا رام مية تمانية وعشرين لكن دي برضو مزالت ميزة. ستة جيجا رام مع مية تمانية وعشرين جيجا فهيدوق افضله شوية ان انت تفتح برامج اكتر. البرامج ما تهنقش قوي وانت فتاحها لو فاتح برامج كتير. يعني ميزة معنا هنا وهي تلات كاميرات خلفية اول كاميرا بتيجي بدقة تمانية واربعين بفتحة عدسة واحد فاصلة تمانية وتاني كاميرا هنا بتيجي بدقة تمانية ميجابيكسل بتاعت التصوير الالترا وايد وتالت واحدة اللي هي اثنين ميجا بيكسل بتاعة عزل الخلفية. عندنا برضو الكاميرا الامامية اللي هي بتطلع بموتور بتيجي بدقة ستاشر ميجا بيكسل وهنتكلم عليها برضو بعد شوية. ولكن هما دول المميزات اللي انا لقيتهم في الجهاز ده. نيجي بقع على العيون. مبدئيا الجهاز مصنوع كله من البلاستيك. هو الدزاين بتاعه كويس جدا ولكن مصنوع من كله من البلاستيك. انا ما بقولش ان البلاستيك وحش. ما بقولش ان الفئة السعرية دي ما ينفعش تيجي ببلاستيك لأ. معظم الفئة السعرية دي من بلاستيك الا شاومي مسلا او حاجة. ولكن اللي انا بقوله ان اللي في 2018 من سنة بالزبط كان بيجي بالفريم المعدن والظهر الازاز. انا عارف ان الازاز ممكن يتكسر في الفئات دي الناس مش عايزة مباراة تتكسر يعني. ولكن مازال برضو الازاز والمعدن مسكتهم جدا اكتر من البلاستيك. هنا تحس ان هو جهاز بلاستيكي. رخيص. جهاز ممكن بالفين جنيه كمال مسيح. الجهاز ده لو كان اللي قبله كان بلاستيك انا كنت هتقبل جدا ان هو بلاستيك. ليه بتعمله ازاز ومعدن وبتاعه حكمات بريميوم ودعم له بلاستيك. هل معنى ان البلاستيك وحش? لا خالص. كل الفئة دي اصلا من الاجهزة بتيجي ببلاستيك او بولي كربونات يعني على حسب ما بتسميها. نيجي على العيب رقم اثنين وهو الجهاز ده جاي باليو اس بي سي ولكن لا يدعم الشحن السريع باي شكل من الاشكال الجهاز ده الشحن اللي جاي معاه في العلبة عشرة وط عادي جدا فبيشحن هنا البطارية من الاربعة تلاف ميلي امبير تقريبا في ساعتين ونص او تلت ساعات الا ربع فده رقم يعني كتير شوية خصوصا ان احنا بقيا نشوف اجهزة في الفئة دي بتيجي بشحن سريع بتيجي بشحن تمنتاشر وط وفي منهم عشرين وط يعني فرق الشحن او فرق سرعة الشحن ما بينهم وبين الجهاز ده كبيرة شوية ولكن مازال زي ما احنا قلنا في المميزات ان انت معك يو اس بي تايب سي تالت عيب معانا هنا وهو المعالج الجهاز ده جاي بالمعالج اللي هو كيرين سبعمية وعشرة كيرين سبعمية وعشرة اول ما ظهر علينا في السوق كان شهر تلاتة الفين وتمنتاشر في النوفا ثري اي تقريبا واحنا دلوقتي هنا في اخر شهر عشرة الفين وتسعتاشر طبعا انا متفاهم جدا مشكلة اونر ومتفاهم ان التمنمية وعشرة ممكن ينزل بدون خدمات جوجل ولا حاجة طبعا الجهاز هنا نازل بخدمات جوجل الكاملة مفيش اي مشكلة خالص ولكن عشان يعملوا كده اعتقد ان هما نزلوا السبعمية وعشرة طيب هل انا متضايق عشان السبعمية وعشرة مسلا اه هنجلي الموبايل ده مسلا او خلا بيهنج او ما خلنيش ان انا افتح برامج مسلا ما خلنيش ان انا افتح علعاب خالص انا زعلان بس على التمنمية وعشرة ان هو خلاص قديم الموبايل ده نفسه في الصين نازل بكيرين تمنمية وعشرة واللي هو ونقلة تانية خالص عن ال710. نقلة تانية خالص. مش متخليني الكرين 810 ده. بيجيب أرقام كام. مش متخليني الكرين 810 ده أداء وعمل ازاي؟ فنرجع تانية ونقول هل معنى كده أن أداء ال710 يوحش؟ لا مش وحش خالص. انت هتستخدم الجهاز عادي زي ما كنت بتستخدم الـ Nova 3i. أكيد انت بتتفرج علي معك موبايل بالكرين 710. المعالج كويس بيشغل PUBG على أعلى عددات. بيشغل Call of Duty على أعلى عددات. بيشغل أي ألعاب انت عايز على أعلى عد شغل كل حاجة موبايل كويس ولكن اللي سكور اللي هم طلعوا مسلا على انتوتو مية واربعين الف نقطة فده هيبين لنا هو فين من المنافسين من المعالجات المنافسة الكيرن سبعمائة وعشرة اول ما نزل كنا بنقول ان هو معالج ممتاز جدا على الفئة المتوسطة عشان المعالجات اللي نزلها معها اللي هي من سناب دراجون او ميديا تاك كانوا في نفس المستوى او يمكن اقل كان هو اعلى منهم تقريبا ولكن دلوقتي في شهر 10 2019 واحنا دخلين على شهر 11 2019 المنافسين بيبقى معاهم بروسيسورات او معالجات اعلى بكتير من السبعمائة وعشرة نروح على رابع تقريبا وهو ان الجهاز ده ما بيجيش بثري سلوت ديزاين ثري سلوت ديزاين اللي هي تسمح لك ان انت تحط شريحتين ومماري كارد في نفس الوقت لا هنا جاي بالهايبريد اللي هو النظام قديم شوية ان انت تحط شريحتين اياه شريحة واحدة ومماري كارد لازم تشيل شريحة منهم وتحط دي حاجة بداياني شوية خامس عيب في الجهاز ده وهي الكاميرات قلناها في المميزات طب ازاي بتقول في المميزات وازاي بتقول في العيوب لحياء الكاميرات الصبح هتديك صورة كويسة صورة بتاعها كويسة صورة التفاصيل بتاعتها اي نعم فيك شوية مش حقيقية ولكن تفاصيل كويسة هتديك كويسة الى حد ما لون البشرة بيطلع كويس حتى في الكاميرا الامامية والالتراوايت برضو كويسة خاصية العزل هنا كويسة مفيش اي اي مشكلة ونفس الكلام في الكاميرا الامامية الصبح هتديك صور ممتازة جدا وال PG Beer الخرنج الى حد ما يعني مش قوي ولكن كويس العزل فيها كويس جدا ما فيش اي مشكلة. تمام? ما فيش اي مشكلة خلص? كاميرات حلوة ايه? نيجي بالليل. كاميرات بتطلع نويز بطريقة غريبة. ازاي الكاميرا اللي مطلعة الصور دي الصبح تطلع الصور دي بالليل. ليه? حتى في خاصية العزل اللي في الكاميرات الخلفية ما بتعزلش كويس. ما بتقصش على اطراف كويس بالليل. ولكن عشان تصور بالليل كنت بتعمل حاجة واحدة بس ان انت بتستخدم. والنايت مود هنا يا جماعة في الموبايل ده من افضل اللي انت هتستخدمها في الموبايلات الفئة السعرية دي قلص. طلع صور بالليل ممتازك جدا جدا. وهواوي اصلا كانت مشهورة بموضوع ده ده من زمان يعني. هو هواوي بتاعها الصراحة تحفى. فنقلوا تجربة هنا في فلو انت هتطلع ده بالليل وتصور صورة كده هتطلع وحشة جدا. ولكن لو انت صبرت وصورت صورة لمبنى او لحاجة. هتطلع كويسة جدا جدا. الصراحة ما فيش اي مشكلة. وبس كده دي كل مميزات وعيوب اللي انا لقيتها. في الاخر يعني يبقى اقول ان الموبايل ده كان ممكن يبقى اسطوري. اسطوري بجد. لو كانوا عدلوا الكاميرات موضوع التحديث اللي هو بالليل. وكانوا حطوا تمنمية وعشرة فيه الكرين تمنمية وعشرة يا جماعة. بيطلع ارقام وبيطلع اداء مش طبيعي الصراحة. وزودوا كمان خاصية الشحن السريع لان البطارية بتشحم فيه اوقات كبيرة شوية. واخيرا تسعير الجهاز ده. الجهاز ده غالبا في وقت نزول الفيديو ده انا مش عارف قوي. ولكن غالبا هينزل بقى اربعة تلاف وستمية جنيه او اربعة تلاف وستمية وخمسين جنيه. فاربعة تلاف وستمية وخمسين او اربعة تلاف وستمية جنيه على الامكانيات دي. هو الامكانيات حلوة ولكن على الكرين سبعمائة وعشرة الصراحة من رفيزيني جدا. فاللي هيجيب الموبايل ده هيجيبه عشان التصميم اللي عجبني جدا. وعشان الشاشة كاملة برضو. ده تقريبا تاني موبايل في فقته السعرية ييجيب شاشة بعد 2019 بتاع هواوي. ده امكانياته اعلى من 2019 لو انتو عايزين تقارنه يعني. فهزي ما قلت اللي هيجيب الموبايل ده هيجيبه عشان الشاشته كاملة وعشان بيطلع بمطور وعشان شكله بتاعه ولا هو ايه. بيديك شكل حلو جدا كده لو انت قاعد مع ناس مسلا بتاع الكلام ده كله. لكن كامكانيات او قيمة مقابل سعر صراحة في موبايلات كتير جدا قيمتها مقابل السعر بتاعها اعلى بكتير جدا من الموبايل ده. وده رأيه. قلولي رأيكو تحت في الكومنتات ايه رأيكو في الانر ناين اكس. وهل تشتريه بعد العيوب والمميزات اللي انا قلتها دي ولا لا? قلولي تحت في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو ايه لو ايه. عشان تتابع كل جديد انا بنزلك. كان معكم محمد سامي اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.